اشتركوا في القناة التي تواجهها في هذه المرحلة ونتحدث عن العلاقة بين الجماعة والحزب وتأثير ذلك على دور الإخوان الدعوي وأبعاد العلاقة مع الغرب والعلاقة مع المجلس العسكري الحاكم كل هذه المحاور أناقشها مع نائب المرشد العام الأستاذ جمعة أمين الأستاذ جمعة أمين هو أحد مفكري الجماعة والمؤرخ الرسمي للإخوان المسلمين له الكثير من الأطروحات السياسية والعديد من المؤلفات مثل شرح الأصول العشرين للفهم وكذلك يشرف الأستاذ جمعة على توثيق تاريخ جماعة الأخوان المسلمين الأستاذ جمعة من مواليد بني سويف عام أربعة وثلاثين ويحمل إجازة في الخدمة الاجتماعية مع مرتبة الشرف وعمل باحثا في محافظة الإسكندرية ثم رئيسا لقسم البحوث ثم مديرا لمباني المحافظة ثم رئيسا لمجلس إدارة مدارس المدينة المنورة في الإسكندرية واحتقل الأستاذ أمين عام خمسة وستين وأفرج عنه عام واحد وسبعين ثم قبض عليه عام اثنين وتسعين لعدة أشهر عمل مديرا للندوة العالمية للشباب الإسلامي في جدة في الفترة من عام واحد وثمانين حتى عام خمسة وثمانين انضم للإخوان المسلمين عام واحد وخمسين وكان عضوا للمكتب الإداري في الإسكندرية ثم نائبا لرئيسه في الثمانينات ثم عضوا لمكتب الإرشاد منذ عام خمسة وتسعين حتى الآن أستاذ جمعة نرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار أستاذ جمعة الخلفية التاريخية لدراستك وبحوثك ربما تسهل علينا أن نسألك عن تشخيصك وتوصيفك للمرحلة التي تعيشها مصر ما بين ثورة نجحت ثورة تجهد ثورة في خطر والبعض يرى أنها ليست ثورة وإنما تغيير فقط لرئيس النظام كيف توصف المرحلة التي تعيشها مصر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد مرت الجماعة بمراحل عصيبة قبل هذه الثورة وثقت تاريخيا ليس من ثلاثين عاما كما يقولون لكن من أكثر من ستين عاما وهي في بلاءات مستمرة وهي تجاهد في سبيل نصرة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى حتى قضى الله سبحانه وتعالى أمرا ما كان في ذهن أي إنسان مطلقا ولا يستطيع أحد فرضا كان أو حزبا أو جماعة من الجماعات تسند هذا النصر لنفسها ولكن لا شك أن الثورة ثورة شعب قام بها والمولى سبحانه وتعالى أران آياته من خلالها ونجحت الثورة بمشاركة جميع فئاتها وبفضل الله سبحانه وتعالى بالرغم من تقول المتقولين فإن الإخوان المسلمين شاركوا فيها منذ بدايتها حتى كان النصر ولك أنت تصور حضرتك إن المكتب الإرشاد كان في اجتماع مستمر ثمانية عشر يوما لا يغادر المكان الذي هو فيه يتتبع الأحداث فالثورة ثورة شعب هنا نسألك عن دوركم أنتم في هذه الثورة في ظل تشكيك البعض الآن بقيادة شيوخ الإخوان لمفاصل والمراحل التي كانت تمر بها الثورة يوميا أخي الفاضل الجماعة لم تغب لا أقول يوما ولكن ولا ساعة من الساعات ولها أفرادها ولها من يعمل في داخل الميدان من جميع الأوجه سواء كان من ضبط الأمور حتى تكون الثورة سلمية إلى الخدمات المتعددة والتي حتى شارك فيها الأخوات من تحضير المأكل والمشرب والطمريد إلى غير ذلك وأنا لا أستجهد بأحد من الإخوان ولكن عودوا إلى الصحافة المصرية بعد أن نجحت الثورة اسمعوا من قال عن مشاركة الإخوان كثير من المناوئين للدعوة والذين لا يرضون بها قالوا لولا الإخوان المسلمين في ليلة الجمل ما نجحت الثورة بفضل الله وسأذكر التاريخ ذلك تسجيلا بمشيئة الله تعالى نعم ولكن بعد ذلك يأخذ عليكم البعض بأن الإخوان المسلمين تخلفت عن ركب التحركات الشعبية والاحتجاجات في جمع تصحيح مسار الثورة وجمع التأكيد على أهمية تحقيق أهداف هذه الثورة أيضا ما الذي دفع الإخوان المسلمين لأن تأخذ مسارا آخر غير المسار الاحتجاجي السلمي الذي كان لها دور أساس لا ينكره أحد في هذه الثورة الحقيقة هذا كلام مرسل نسمعه كثيرا من بعض الذين يريدون أن يقللوا من دور الإخوان بفضل الله سبحانه وتعالى والحقيقة أن الجماعة ما تخلفت بل أنا لا أريد أن أقول أن إذا كانت هناك مليونية فلا تتحقق المليونية إلا إذا دع إليها الإخوان المسلمين والتاريخ شاهد والوقاع شاهد على ذلك ولكن نحن في البداية لا شك شاركنا في هذه المليونات حتى تحقق كثير من الأمور التي كان الثور يطالبون بها ثم دخلت عناصر أخرى أخذت من اللقاءات هذه منح آخر تماما ولا يمكن أبدا لجماعة لها منهج ومنهجها السلمي ولها قيادة تنقذ إلى يعني بعض الأفراد أو الفئات التي اضطرى وقوفا أو تجمعا في ساعة معينة دون الرجوع إلى الجماعة ودون مشاوراتها ودون أن يحدث لون من ألوان التنسيق معها فكان لابد ونحن جماعة إسلامية لابد أن نقدر الأمور متى تفيد المليونية ومتى لا تفيد هنا المأخذ أن الأخوان المسلمين الآن بعد أن شاركوا من خلال التحالفات الحزبية التي تضم أكثر من 40 حزب في مطلب المطالبة المجلس العسكري بتعديل مواد الانتخابات وبإلغاء قانون الطوارئ هذه المطالب هي نفسها هي ذاتها كانت مطالب الاحتجاجات التي كانت في الجمعة الماضية والتي لم تشارك فيها الإخوان المسلمين أخي الفاضل الأمور تبلورت في أمرين الأمر الأول قضية المبادئ فوق الدستورية والأمر الثاني في لجنة إعداد الدستور أما الأمور الفرعية الأخرى فليس هذا وقتها وتكلمنا مع الفئات والقوى المختلفة لكي نركز على هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى قلنا إذا كان المجلس العسكري سينهي هذه القضية ويعلن عدم وجود المبادئ فوق الدستورية ويكون اللجنة التي تكون الدستور من مجلس الشعب المنتخب من الشعب نفسه ومجلس الشورى أهلا به أما أن يلتف حول هذا الأمر بمسميات مختلفة فلا يمكن أن نقبل ومن هنا كنا نركز على هاتين القضيتين لا أن ندخل في أمور فرعية وبفضل الله سبحانه وتعالى مرت الأيام وثبت صحة موقف الإخوان المسلمين أستاذ جمعة قضية الحزبية كانت من القضايا الجدلية لدى الإخوان المسلمين لعقود ولم يعمد الإخوان إلى تشكيل حزب لهم لماذا شكل الإخوان المسلمون الآن حزب الحرية والعدالة بهذه السرعة ما هي مقتضيات المرحلة التي دعت الإخوان المسلمين لأن يكون لهم ذراع سياسي في الحياة السياسية المصرية أخي الفاضل أولا نحن هيئة إسلامية جامعة تقول دائما أن الإسلام دين ودولة فإذا كان الأمر كذلك فإن السياسة جزء لا يتجزأ من فكرنا والإمام البنة هو الذي قال أن الحرية فريضة من فرائد الإسلام والحكومة جزء منه لم يقول الإخوان هذا الكلام الآن هذا مرتبط بفكرهم وهذا مرتبط بشعارهم لا شك في ذلك ولكن جاءت العهود أول عهد منعنا منع باتا من أن نتنفس إغلاق للمساجد وعدم اعتراف بهذه القوى اعتقالات سجون محاكمات عسكرية مصادرة للأموال غلقا للشركات فكيف تفكر الجماعة في حزب في هذا الجو ولكن كان هناك بدائل أن يشكل الإخوان من خلال أفراد من خلال مقربين كما دخل الإخوان المسلمين في محترك الحياة السياسية حيلة العهد السابق ولا حزب حضرتك أيتيني بحزب لم ترضى عنه الدولة أو النظام على الأصح السابق الذي أزاله المولى سبحانه وتعالى وأراحنا منه أرني لجنة كانت تسمى لجنة الأحزاب لا هم لها إلا رفض أي حزب سواء كان يتصل بالنحية الدينية أو لا يتصل ولذلك نحن أعلننا وأعلن الأستاذ مأمون الهضيب رحمة الله عليه مرارا وتكرارا سواء لما كان الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين أو كان مرشدا عاما للإخوان قال لا يمكن أن نتقدم بحزب مع وجود هذه اللجنة لأن مصيرها معروف بل أكثر من هذا قبل الثورة نحن قدمنا مبادرة بل قدمنا أيضا تصورنا للحزب وعرد على المفكرين وعرد على جميع قبل الثورة هذه فلما جاءت الثورة وحان الوقت وأصبح هناك حرية لعمل أحزاب لكي نستطيع أن نشارك بالرأي في داخل مجلس الشعب كون الإخوان المسلمون حزبا الحزب كونه المسلمون الإخوان المسلمون ولكنه لجميع فئات الشعب إذن هذا هو التساؤل الذي يغطر ببال كثيرين يعني عندما وضع شيخ حسن البنة الأسس للعمل السياسي للإخوان قال بأن الإخوان هي هيئة سياسية ولها دور في إصلاح المجتمع كيف يمكن للإخوان المسلمين من خلال حزب يكون لكل المصريين أن تقوم بعملية الإصلاح وأن تكمل دعوتها التي بدأت به أساسا لها في فكرها أخي الفاضل فكرنا نحن الإخوان المسلمين يمتاز أول ما يمتاز بالشمول والعموم لا شك الإمام البنة نقل المسلمين من النظر الجزئية للإسلام إلى النظر الكلية له وأصبح الدين منحك حياة لا شك في ذلك والإصلاح دائم وما زال حتى الآن تقوم به الجماعة بجميع لجانها المختلفة عندنا لجان وأقسام قسم البر والخدمة الإجتماعية قسم نشر الدعوة القسم السياسي الإعلامي وما إلى ذلك من مناح الحياة المختلفة وما زالت الجماعة حتى الآن ولكن كيف ستكون العلاقة هذا هو التساؤل هل سيطغى الدعوي على الجانب السياسي هل إذا دخل الإخوان من خلال حزب الحرية والعدالة في معترك الحياة السياسية ستواجههم كثير من التحديات هل سيفرض عليهم واجبهم الدعوي أن يغيروا من تحالفاتهم السياسية كيف نفهم تلك العلاقة بين الحزب وبين الجماعة أخي الفاضل نحن قلنا وبينا مرارا وتكرارا أن حزب الحرية والعدالة أنشأته جماعة الإخوان المسلمين لكل المصريين وهو لا شك لا يمكن لا يتصور عقلا أن جماعة تكون لها حزبا يكون منوئا لها أو مخالفا لها هناك ثوابت لا شك في ذلك لا يمكن أبدا حتى ولا الحزب نفسه يخرج عن هذه الثوابت أما الأمور الأخرى قلنا أن الحزب مفصول فصل تام عن الجماعة من النواحي الإدارية والمالية والتشكيلات والمواقف مع الأحزاب الأخرى والتصرف فيها هذا أمر لا تتدخل فيه الجماعة بل مطروك للحزب على أساس أمور حاكمة بحيث أنه لا يخرج على ثوابت الجماعة التي قامت عليها من الثوابت الأساسية هي فكر الإخوان المسلمين الذي يقوم على الدعوة إلى تنفيذ في مرحلة ما إلى الدولة الإسلامية هل سيكون هذا الحزب في تحالفاته السياسية الآنية واليومية في مرحلة من المراحل معترضا على أو ربما يتناقض مع ما تدعو إليه الأخوان المسلمين وأعود هنا إلى أيضا تجربة الأخوان المسلمين في الأربعينات عندما وضعوا شروطا لهم للمشاركة في الحياة السياسية في تلك الفترة البعيدة أن تغلق مثلا الخمارات أن يمنع بيع الخمور أن تغلق السينما دور السينما إلى ذلك هل هذا التنفيذ في تلك المرحلة يمكن أن يستوحي منه الأخوان منهاجا لهم الآن أنا أكتب وأراجع تاريخ الأخوان ولم أسجل هذا الأمر يعني ابتدأنا أو انتهينا من مرحلة الإمام البنى هذا كلام عجيب حقيقة هذا ورد أنا أخذته عن الموسوعة العالمية كانت هناك مطالب الإخوان لمشاركاتهم في حكومة أن يكون برنامج هذه الحكومة متضمنا في مرحلة ما أن تمنع مثلا تمنع الخمارات تمنع بيوت الدعارة مثل هذه الأمور أخي الفاضل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفهم معا ما يقصد بهذا الكلام لأن المبدأ الحرام حرام ونحن نفعل المأمور ونترك المحظور ونصبر على المقتور ولا يمكن بأي حل من الأحوال أن نحل حراما ولكن حين أقول لك الخمر حرام هذا حكم ولكن كيف تمنع ده موضوع تاني خالص مبدأ التدرك حتى في تحريم الخمر واضح في الكرآن نفسه فإذا قيل هذا الكلام في هذه الفترة يقصد به من حيث الحل والحرمة ولكن من حيث التطبيق لا يمكن أبدا أن يأتي الأمر هكذا الإسلام أساسه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة الإسلام أساسه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم ولكن الإخوان تعمل في مجتمع مسلم نعم لا شك في هذا وما الفرق بين المعاصي التي نراها الآن وبين المعاصي التي كانت في أيام الكفر المعصية هي معصية والحرام هو الحرام ولكن ألا تخشون أن يؤدي ذلك إلى انفضاد بعض الناس عن الأخوان المسلمين على اعتبار بأنها كانت لمرحلة ما خلال مرحلة التغييب الطويلة هي الملهم وهي المظلة لكثير من المصريين أخي الفاضل دعنا نرى الواقع نحن الآن بعد الثورة أحد الأمور التي تشغلنا شدة إقبال الشباب علينا بل والناس جميعا الآن وأنا أتحدث معك حين فتح المركز العام للإخوان المسلمين في المقطم ونحسور لهذا المركز في تلك اللقطة التاريخية إن شاء الله تزورنا حضرتك وطرى كيف يعبك المركز بالوفود المختلفة وجميع فئات الناس تمد يدها إلينا ونحن نمد يدنا إليها لشك في ذلك هل الأخوان المسلمون مستعدون لقيادة الدولة في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أننا أعلننا هذا مراراً وتكراراً وقلنا في بيانات لنا أننا في هذه المرحلة لن نرشح رئيساً للجمهورية وفي مجلس الشعب لن نغالب ولكن نشارك لسبب بسيط جداً أن العاقلة يرى أن الفساد الذي استشيى في البلد والهم العظيم والفساد الكبير الذي تركه هذا النظام لا يقوى على إصلاحه أبداً لا فرض ولا جماعة بعينها مهما كانت هذه الجماعة حتى لو كانت بحجم الإخوان المسلمين الشعبية الكبيرة البعض يسميه تهرب من المسؤولية لا أخي الفاضل نحن الذين نقدر هذا الأمر وليس غيرنا نحن الذي نحن بفضل الله سبحانه وتعالى حتى لا يظن أحد أننا نمن لأن ربنا آل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فليس مناً أبداً الذي تصدى لأهل الباطل في العهود الماضية هم الإخوان المسلمون الذين دخلوا السجون والمعتقلات هم الإخوان المسلمون أربعين ألفاً حتى الصورة تم اعتقالهم محاكمات عسكرية ظالمة مصادرة للأموال لدرجة أن الضابط الذي يدخل لكي يفتش بيت الأخ الذي يعتقل إن وجد عشر جنيهات موجودة مصروف للبيت يأخذها إحنا لا نمن على أحد ولكن التاريخ شاهد على ذلك أننا لم نركب الصورة كما يقولون إنما نحن بفضل الله سبحانه وتعالى والتاريخ يذكر ذلك والصادقون أذكرون ذلك أن الجماعة الوحيدة التي واجهت هذا الظلم وهذا الفساد هم الإخوان المسلمين أستاذ جمعة أنت قلت بأن الجماعة الآن أعطت للحزب الحرية حرية التصرف وإدارة أموره بنفسه مع الحفاظ على ثوابت الأخوان المسلمين ولكن ربما يوميات السياسة قد تدخل الحزب في أخطاء لا ترضى عنها الجماعة وأعطي مثال هنا ما يتداول الآن عن تعديل المادة الخامسة التي تقضي بأن تنافس الأحزاب على المقاعد البرلمانية الخاصة بالأفراد ويخشى من هؤلاء الأفراد أن يتسلل من خلالهم الحزب أو فلول الحزب الوطني المنحل مثل هذه القضايا رغم أنها فرعية ولكنها مهمة وحساسة في دور الإخوان في الحياة السياسية هل تناقشونها أيضا لديكم في الجماعة؟ أخي الفاضل أنا قلت لحضرتك من قبل أن هناك أمور حاكمة وضوابط للعمل وثوابط للتوجه لا بد أن يتحد الحزب مع الإخوان فيها لأن الحزب أيضا صاحب رسالة لا شك ومتمم لرسالة الإخوان لا يمكن أن يتصدى لعكسها لكن الأمور اللي حضرتك بتشير إليها الفرعية هذه أكثر من هذا قد يصرح أخا زل لسانه تصريحا يخالف الأمر يراجع الأمر ويصحح هذا الأمر ولا بأس من قال أن جماعة وحزب بهذا الاتساع ليس فيه صواب وخطأ وكيف تتراكم الخبرات إلا إذا كان هناك صواب وخطأ هذا أمر طبيعي كيف تنظر إلى العلاقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر والذي سلمه المصريون كما يرى كثيرون ولم يستلمه وسلمه المصريون وسلمه الشباب وسلمته كل الجهاد وسلمته قيادة زمام أمورهم في هذه المرحلة أعتقد أن الثورة حين قامت كان لها أهداف وهذه الأهداف وافق عليها المجلس العسكري ولا شك أن موقفه المشرف لتعضيد هذه الثورة وإعلان أنه مع الشعب ومع هذه الثورة أسلجت صدور الكثيرين لا شك في زني ثم كان ما كان من تتبع تحقيق هذه الأهداف قد نختلف وهذا أمر طبيعي ونحن قلنا وما زلنا نقول لأننا أصحاب مبادئ وليس أصحاب مصالح دنيوية نقول للذي أحسن أحسنت ونقول للذي أخطأ أخطأ ونقدم له من وجهة نظرنا كيف يصحح هذا الخطأ هل ستغير الإخوان المسلمين موقفها من الغرب والذي ناصبها العداء لعقود وقد ساهم في بعض المراحل بوضع قياداتها خلف السجون هل ستغير من نظرتها له بعد أن أصبحت المسافة بينها وبين السلطة قاب قوسين أو أدنى أخي الفاضل أصل الدعوة للناس جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والاتصال بالغرب أو الشرق هذا أمر طبيعي بالنسبة لأصحاب الدعوات لا شك في ذلك لكن حين تدخل السياسة فيجب أن تكون هناك ضوابط في هذا الاتصال طب ما أماركا بقالها أكثر من شهور وقالت أنها يعني بعد الثورة ستلتقي بالإخوان وهي تعترف بأن منهجها منهجا سلميا وما زالت حتى الآن هذه الكلمات لم تترجم إليها نحن لا نلتقي بمسؤولين إلا من خلال الدولة الدولة لها نظام لا شك في ذلك أما الهيئات يعني مثلا الحزب الحرية والجماعة والعدالة يلتقي بمن يشاء في أي مجلس من المجالس لا شيء فيه البتة نلتقي بالغرب أو الشرق ونحن أحرار ولنا مبادئنا ولنا أيضا ثوابتنا فمن أراد أن يتعامل معنا على هذا الأساس أهلا به ومن لم يرد فنحن على حضار منه نعم أستاذ جمعة أمين سؤالي الأخير لك الإخوان المسلميون وأنت تكتب تاريخهم لا شك بأن هذه المرحلة وهذه الأيام هي منعطف وربما البعض يسميها المنعطف الأهم في تاريخ الإخوان بل وفي تاريخ المنطقة ما هو التحدي الأبرز لمصر في هذه الأيام أن تجمع فئات الشعب على مصالح الوطن جميعهم هذا أمر لا شك من الصعوبة مما كان وبنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزلله بالرغم من أن الإخوان قدموا أكثر من مبادرة قبل الثورة وبعدها وجاءت الأحزاب والقوى كما قلت حضرتك واجتمعوا بقيادات الإخوان ويتفقون ثم صرعان ما يختلفون فهذا أمر حقيقي أنك تجمع جميع الفئات على ما قاله الإمام البنة والذي نؤمن به أن دائرة الاتفاق أوسع بكثير جدا من دائرة الاختلاف والإمام البنة قال لنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا وبعضا فيما اختلفنا فيه فنحن أصحاب دعوة أصحاب أخلاق ومعاملات نعامل الناس تماما بالحسنة لشك وملانت كلمته واجبت محمته كما قال سيدنا عليه رضوان الله عليه وأرضاه ونحاول أن تتوحد الجهود كلها ونحن وانظر إلى الفترة الماضية قل بالله عليك مرة طالب الإخوان بشيء يخصهم هم أنفسهم جميع مطالب من منذ قامة الثورة حتى الآن جميع المطالب مطالب للوطن بفضل الله فهذه هي العقبة الكأود واللي بإخلاص المخلصين إن شاء الله سيواجه المناوئين لهذه الدعوة وتتزلل العقبات حتى يتحد الوطن ويسير في مصاره السليم إن شاء الله نائب المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ جمعة أمين شكرا جزيلا لك كما أشكركم عزيزي المشاهدين في ختام هذه الحلقة من قضية وحوار أترككم في أمان الله شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك